موسيقى موضوعنا موضوع جديد في العلاقات العامة في مصاقع العلاقات العامة وهو المجالات التطبيقية للعلاقات العامة بمعنى أين تمارس وأين تطبق مهنة العلاقات العامة سنجد أن العلاقات العامة مجالاتها التطبيقية تشمل كافة جوانب الحياة المعاصرة سنجد علاقات عامة في الحكومة سنجد علاقات عامة في المنظمات الحكومية سنجد أي المنظمات الحكومية مقصود بها الوزارات كل ما يتبع الحكومات وما إلى ذلك تسمى منظمات حكومية سنجد العلاقات العامة أيضا في المنظمات الاقتصادية وما إلى ذلك يعني منظمات المجتمع المدني سنجد أيضا العلاقات العامة في منظمات العمل الطوعي والخيري وسنجد أيضا العلاقات العامة في المجال السياسي أي في المنظمات السياسية على مستوى الأحزاب على مستوى المرشحين حتى المرشح بمفرده مثلا زي النظام الأمريكي لما يكون واحد مرشح لوحده أيضا هذا بالنسبة للعلاقات العامة يشكل مؤسسة مؤسسة حتى وإن كان مرشح لوحده أو مرشح عن مجلس نواب أو مجلس تشريعي أو إلى ما هنالك فلماذا تحتاج خلينا نأخذ المجال التطبيق الأول اللي هو في الحكومة لماذا تحتاج الحكومات للعلاقات العامة لماذا فضلي أول حاجة من أجل إقامة التفاهم مع الجماهير المختلفة وجماهير الحكومات جماهير مختلفة أن جماهير الرأي العام الجماهير في الدول المختلفة في المجتمعات المختلفة لم تعد تلك الجماهير الجاهلة أو الأمية التي يمكن أن تمرر عليها السياسات والقرارات والقوانين بسهولة وإنما تحتاج إلى من يخاطبها إلى مزيد من المعلومات حتى تستطيع إقناعها كثيرا ما تتعرض الحكومات لأزمات كثيرا ما تتعرض الحكومات لأزمات لمشاكل حروب فإن لم تساندها شعوبها فمن الذي سيساندها وهنا يأتي دور العلاقات العامة في تجييش الشعب من وراء حكوماته لمساندة الحكومة في هذه الأزمة سواء كانت حرب أو غير ذلك أيضا في حال موجود الشائعات فإن الحكومة تحاول أنها تكشف خلال العلاقات العامة تحاول أنها تحققها أفضلها لأنه يجتمع إذن استبرز الجانب الحقيقي والصحيح العلاقات العامة لا يوجد مجتمع من المجتمعات البشرية قديما أو حديثا إلا وتسري فيه الإشاعة لا تظن أن هناك مدينة فاضلة حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تسري الإشاعات إذن نحن بحاجة إلى العلاقات العامة لتضحض هذه الشائعات وتفندها بالإعلام الصادق بالمعلومات الصحيحة إذن كما قالت من أجل ضحض الإشاعات وتفند الإشاعات أيضا أيضا نعم التفاهم ما قالته في البداية أيضا التفاهم رضا الجمهور أيضا يأتي من خلال التفاهم ما بين الحكومة الشيء الذي أود أن أقول هنا في هذا المجال بنات أن الحكومات لم تعد هي تلك الحكومة المسيطرة الآمرة الناهية وإنما أصبحت هذه الحكومة في دول معاصرة تسمى دول الرفاهية أو دول تحقيق المصالح والمنافع لجماهيرها أنت أنت كبشر منذ أن تولدي بحاجة إلى مستشفى لتتم فيها الولادة بحاجة إلى تطعيمات بحاجة لإثبات شخصيتك ما يعرف بشهادة الميلاد حتى بكرة تدخل المدرسة على أساس شهادة الميلاد وإلا لو كان تاريخك مش صحيح ممكن ما تدخليش المدرسة يبقى أنت بحاجة إلى إصدار وتوثيق شهادة المدرسة الابتدائية حتى تدخل إلى الإعداد إلى آخره إذن أصبحت حياة الإنسان مرتبطة من ألفها إلى يائها بالحكومة شهادة الوفاء لازم تصدر من الحكومة حتى مش شهادة الميلاد شهادة الوفاء شهادة الزواج عقد الزواج وهكذا إذن في كل جوانب حياة الإنسان هو مرتبط طيب بدام الإنسان أصبح مرتبطا في كل هذه الجوانب يبقى أليس هناك ضرورة لأن تكون هناك علاقات عامة تخدم هذه الحكومات لدى شعوبها إذن بل ضرورة وضرورة كبيرة جدا فما هي أهداف العلاقات العامة إذن أهداف العلاقات العامة الحكومية تجاه شعوبها تجاه شعوبها أولا التوعية والإرشاد والإعلام لماذا؟ لماذا يجب على الحكومات من خلال العلاقات العامة أن تمارس ما يعرف بالتوعية والإرشاد والإعلام وذلك من خلال أن الحكومة تنشئ مجتمع أو تنشئ فرد في المجتمع واعي على علم وعلى يقين بكل ما يدور حوله أولا بغرض التوعية لإيجاد الإنسان الواعي وهذا الكلام أعتقد أنه إحنا تحدثنا عنه الإنسان الواعي يسهل عليك أن تتعامل معه أن تؤثر فيه وتقنعيه لأنه يملك المعلومة الصحيحة يملك معلومات إذا وعيته فإذن يسهل أنك تشرحي له القانون لكن الإنسان الجاهل الفاقد للمعلومة هو الذي يمكن أن يعادي سياسات أو يعادي قوانين أو يعادي أعراف سائدة في المجتمع من حيث لا يدري أنه يعادي بسبب فقده للمعلومة الإنسان يمكن أن يرتكب خطأ وهو لا يعلم أنه خطأ فإذا ما عملت على توعيته على إرشاده على إعلامه وتمليكه بالمعلومات إذن أنت تخلقي منه الإنسان المساند وليس الإنسان المعاند أو المعادي إذا ملكته المعلومات وعاديه إذن هو يصبح مساندا لك مساندا لحكومته وبالتالي تصبح الشعوب بجانب حكوماتها وليس ضد حكوماتها إذن نحن نوعي من أجل إيجاد الإنسان الواعي المساند للحكومة أيضا لماذا نوعي؟ لماذا نعلم؟ حتى يسكن من المواطن برأي وعبا عمد رداء أو عدم رداء على دور الحكومة خاصة ببرامج التعليمية التي يعيد مشاركة ترغمانية والمعنوية لحكومة المشكلة صحيح كثير من البرامج الحكومية الكثير من البرامج الحكومية وخصوصا فيما يعرف بين قسين بالدول النامية دعنا نقول الدول إن شاء الله الناهضة ليس النامية هذه البرامج تحتاج إلى مساندة جماهيرية مساندة من أبناء الشعوب يعني إذا ما أردنا نهضة على صعيد البيئة للحكومة للحكومة مشروع تنموي بيئي تريد أن تنهض ببيئة الدولة أو ببيئة المجتمع ككل من الذي ينهض؟ افترضي إن الحكومة أجد وظفت أناس عمال نظافة وغير 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 ومن مختلف جوانب البيئة ووظفتهم ويشتغلوا هم يشتغلوا من هنا والشعب ممكن يخرب من هنا الناس لأنها مش مشاركة مش واعية إذن توعيتك وإرشادك وإعلامك يجعل منه إنسان متفهم للأمور التي تحتاجها هذا المشروع التنموي فيبدأ يساهم معك بدل من أن يكون متفرجا أو مخربا إذن يبدأ يساهم معك في هذه النهضة إذن يبقى لماذا الإعلام والإرشاد والتوعية لكل هذه الأسباب التي ذكرنا تفضلي هل قالت ضايل السبب؟ قولي صحيح يعني هذا السبب إحنا بنكون نتعرضنا دائما هناك بعض الأمور بعض الأمور مثل بعض القوانين بعض القرارات التي يمكن أن تصدرها الحكومات إحنا نصدر قرار والقرار ممكن أن نزله في الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية تحت الدولة والناس تقرأ هذا القرار أو هذا القانون طيب هذا القانون بهذه الصورة الجامدة ما الذي يضمن لنا أنه قد تم فهمه من قبل الجميع؟ ما الذي يضمن لنا؟ لا شيء لا شيء يا ضمن لنا هو مجرد ورقة نشرت في الجريدة الرسمية يمكن أن تقرأ ويمكن أن لا تقرأ ممكن جمهور يتعرض له وممكن جمهور لا يتعرض وممكن نسبة الذين لا يتعرضوا أكثر من نسبة الذين تعرضوا ونسبة الذين تعرضوا ممكن يطلع منهم نسبة 20-30% منهم فهموا و70% لم يفهموا إذن ما الذي يضمن للحكومات أن قوانينها أو قراراتها قد فهمت؟ من خلال العلاقات العامة ودورها أنها تعقد ندوات تعقد اجتماعات تنزل برامج إذاعية تلفزيونية على الصحف وما إلى ذلك حوارية حول هذه القوانين مثلا أنت تسأل والمسؤول يجيب ممكن يكون برامج علاقات عامة حاول هالموضوع إيش المقصود بكذا؟ إذن يتم التنوير يتم الشرح يتم التفسير لقوانين وسياسات الحكومات من عند شعوبها من خلال ماذا؟ من خلال العلاقات العامة أما الهدف الثاني الهدف الثاني للعلاقات العامة في الدول والحكومات هو كسب رضا الجمهور وتأييده للسياسات الحكومية بالتأكيد أن رضا الجمهور لم يعد هدفا تانويا بل أصبح هدفا أساسيا سواء كان الجمهور جمهور داخلي أي جمهور العاملين في الوظائف الحكومية أو حتى الجمهور الخارجي بمعنى الرأي العام أو الشعب بصورة عامة لأنه لا يمكن للحكومات أن تنجح كما قلنا سابقا أو كما إذا حضرتنا الندوة قالوا لا يمكن للمؤسسات أن تنجح ما لم يكن لديها علاقات عامة ناجحة طيب إيش العلاقات إيش مقياس أنه في علاقات عامة ناجحة اللي هو إقامة تفاهم ما بين المؤسسة والجمهور هاي العلاقات الناجحة إقامة تفاهم وكسب ثقة الجمهور لصالح المؤسسة وكذلك الدول لا يمكن لها أن تنجح ما لم تحصل على تأييد ورضى الجمهور المختلفة سواء جمهور الداخلي أو جمهورها الخارجي يبقى لابد أنه يكون هناك علاقات عامة تشرح توضح تفسر كما قلنا في الهدف الأول وهكذا إذن كسب رضى الجمهور وهذا رضى الجمهور إحنا حنتكلم عنه سواء كان جمهور خارجي أو جمهور داخلي لكن ليس في هذا الهدف دعوه لي شوي لقدام إن شاء الله تعالى حنتحدث عنه بالتفصيل حتى لا نعيد الكلام أكثر من مرة أما الهدف الثالث الهدف الثالث لماذا؟ لماذا يجب على أو هدف من أهداف الحكومات والدول إنها تهتم بالرأي العام وتعرفه وما إلى ذلك لماذا؟ هل هناك استجابة أو مش استجابة يوجد استجابة أو لا يوجد استجابة والاستجابة بحسب نوعها إن كانت إيجابية فأنا أعزز وأطور وأستمر وإذا كانت سلبية أعالج وأعدل أيضا يلا تفضلي لأن المؤسسات تهدف إلى معركة أراء الناس في تقديم خدماتها وكذلك عن أداء المؤسسة في جهازها التنفيذي يعني معنى الكلام أنا اشتغلت أنا كحكومة اشتغلت عملت برامج عملت وضاعة قوانين وضاعة سياسات ما هو مدى الرضا الذي تحقق لدى الجمهور بدون ما أدرس أنا الرأي العام بدون ما أحصل على تطلعات الرأي العام من خلال بحوتي من خلال دراساتي كيف سأحصل على مدى الرضا الذي تحقق هنا لدى الرأي العام إذن كل هذا عندما أنا أتكلم عن هذين الأمرين الهدف من ورائه هو استمرار عملية التفاهم واستمرار عملية بناء الثقة ما بين المؤسسة أي الحكومة وما بين الجمهور الهدف من وراء هذه الأمور اللي هو مدى الرضا ومعرفة مدى التأييد أو عدم التأييد كل هذا الكلام الهدف من ورائه استمرارية التفاهم وديمومة الثقة ما بين الحكومة وما بين جماهيرها المختلفة إذن الحكومات أو العلاقات العامة لدى الدول والحكومات تمارس استطلاع الرأي العام وكشف الرأي العام من أجل استمرارية التفاهم وبناء اتفا بينها الهدف الرابع الهدف الرابع وخصوصاً إذا ما كانت الدولة ضحض الشائعات وخصوصاً إذا ما كانت الدولة في حالة اضطراب في حالة حروب وما إلى ذلك تكون الدول في أشد الحاجة إلى جهاز مختص ليفند هذه الإشاعات ويدافع عن أعمال الحكومة الحقيقية ويجب أن تكون هنا يا بنات أيوة يجب أن تكون هنا الدفاع والمدافعة مبني على حقائق مبني على حقائق سليمة معلومات صحيحة أما أنك تفند الكذب بكذب فهذا معناه فشل وسينكشف واضح؟ إذن العلاقات العامة لابد أن تفند الشائعات وتبرز الحقائق يعني من خلال اللي هو الحقائق والشائعات طبعا إما أن تكون داخلية طبعا زي ما بتعرفه أو زي ما حتدرسه في الدعاية والرأي العام إما أن تكون داخلية أي في داخل المجتمع أو تكون من جهات خارجية من دول معادية طيب فيك إن واحد بتعرف ما هو قانون الإشاعة كيف تسري الإشاعة ما هو قانون الإشاعة عمرك اهتميتي بشيء مش مهم يبقى أول حاجة لابد من توفر عنصر الأهمية طيب الأهمية هذا مهم بالنسبة إلك خدي تفضلي بتعمل عليه إشاعة مهم خبر مهم عرفتيه حقيقة غرض سلعة مهمة حصلت عليها خلاص حصلت عليه لكن لو قالوا لك في جهاز على سبيل المثال في جيب الأستاذ هذا جهاز خطير جدا ومهم إلك الغموض بدك تبدأ داي تعرف إيه شوي الجهاز هذا القانون بقول أهمية في غموض تساوي الإشاعة تساوي الإشاعة لا يمكن لإشاعة أن تسري إلا إذا تغفر لها هدين العنصرين الأساسية أهمية شيء بهمكوا والشيء اللي بهمكوا مش قدرين تحصلوا إلو المعلومات الكافية أو الرؤية الكافية أو المشاهدة الكافية أو المعرفة الكافية اللي هو غموض حينها تتولد الإشاعات يبقى أنت كعلاقات عامة عندما تعلم أن الأمر سين يهم الناس بدك إيش توفري له بدك توفري معلومات حول هذا الأمر توفري المعلومات تجلي هذا الأهمية الغامض تجليه بمعلومات حتى تزيل الغموض عن الشيء المهم بالنسبة للجماهير إذن تموت الإشاعة تموت الإشاعة واضح؟ بيصير بدل في عنا أهمية وفي عنا وضوح بيصير إعلام بيصير إعلام أو بيصير علاقات عامة واضح؟ وهكذا لازم لازم شيء مهم يكتنفه الغموض هينيتها بيصير إشاعة شيء مهم ولا يكتنفه الغموض عادي ما أنت عرفت فيه معلومات حوله بصير عادي يا إما أعلمت به يا إما العلاقات العامة مارست دورها أكون أنا أحذر المعلومات بس مش صحة يعني موجودة معلومات لكنني بشير كني عرفت معلومات لكن إحنا بنيجي دورنا كعلاقات عامة إيش تسليمكم المعلومات وتوضيحها الصحيحة لأنه هي الإشاعة يا بنات بالمناسبة يعني الإشاعة ممكن يكون يعني 95% منها إيش صحيح بالمناسبة وخمسة في المية هو الشيء الخطأ ويبدأ الشيء الخطأ هو الذي يتضخم الإنسان دائما بيبحث عن الشيء الخفي عقله بتطلب حب الاستطلاع أو الفضول اللي في مزروع في الإنسان طيب أنا عرفت 95% طيب الخمسة هادي إيش سير يهتم في الخمسة بالمية وينسى 95% فتتضخم العناصر السلبية في الإشاعة فتصبح يعني إشاعة هدامة وما إلى ذلك طيب طحريض على وإنتو لأنكو جمهور يعني معادي لمصدر هذه الدعاية أو لمصدر هذه المعلومة اللي هي جزء من حرب نفسية تمارس أنتو لأنكو جزء أو جمهور أكصد معادي فعشان هيك قاعدين بتقولوا يعني مش متقبلينها إنها طحريض إنها كده لكن هذه المعلومة عند ناس آخرين ممكن تصبح معلومة ممكن تصبح مش إشاعة ليست بالنسبة لديه لا إشاعة ولا تحريض ولا جزء من حرب نفسية بل بالعكس هذا يعني جهة حريصة على مصلحتي ممكن هيك يصفها جهة حريصة على مصلحتي ناس واحد بده يعيش بده يتاجر بده يفنقر بده يعمل زي ما بده هذا بتصير مش شاعة ولا تحريض على ولا أي شيء واضح؟ طيب مثل هذه الأمور كيف بدنا نرد عليها؟ بغض النظر عن تسميتها تحريض إشاعة دعاية سوداء هي دعاية سوداء بالمناسبة واضح؟ دعاية سوداء وهي تستخدم في الحروب النفسية بالنسبة لوقتنا وإن ناس إحنا كيف بدنا نرد عليها؟ أو الجهة المعنية حماس يلا مين تتمنى دور حماس الآن؟ بدها ترد على اللي هو الدعاية السوداء التي تمارسها إسرائيل من خلال الاتصال على الجوالات وتقول إنه إياكم تحتضموا حماس إياكم تدافعوا عنها إياكم أن تقفوا بجانبها هي السبب في إغلاق المعابر هي السبب في حصاركم هي السبب في أزماتكم يلا بدي فريق فريق من ثلاثة يقول أنا أعمل علاقات عامة لدى مثلا حركة حماس وبدنا نبدأ نوعي شعبنا حول هذه النقطة يلا بدي فريق من ثلاثة واحد اثنين ونصار وراهم ثلاثة يلا يلا نبدأ بالهنا ممكن أنه أنا في حالة طويلة علاقات عامة ممكن العلاقات العامة تنشر تصريح بين الناس ضمن أهداف أو معلومات أو أشياء بتوعي الناس يعني أول حاجة تنزيل بيان أو نشرة تفند المعلومات يبقى تفند المعلومات تفند المعلومات تفند المعلومات اللي أجب يبقى حقائب أول حملة إعلانية لما كان أيام حملة التخابر ومع الاحتلال فرازر حملة إعلانية إنه الشخص اللي بيستمع على إنه مثلا إنه كان عميد إنه ماهو فرصة فهي إنه تقوم بعمل حملة إعلانية إنه ما حدش يستمع على هاي الأشياء وإنه كل ما تددوا إنه تردوا عليهم بصورة إيجابية كيف تردوا عليهم يعني إنه مزم وكيف محدش يستمع أنا ضد إنه محدش يستمع لأنه أنت هيك بتزيد نسبة الفضول عندي وأنا بصير يمكن أسعى طب إيش اللي بدي بمقوله بدي أسمع إني أسمع ساكي أنا ما بنشب هاي الشغلة لأنه إنه العلاقات العامة يبقى التنوية التنوية العلاقات العامة في الحكومة إنها رح تبايد إنه الحكومة إنه مسرقات عامة إنه حاولت انتفع العلاقات مع مسر عشان تفتح المعبرة إنه الأنفاع هاي ممكن ينفتح هاي الشغلة طيب جميل يبقى بيان الأفعال والحقائق بصورة أخرى إنه إحنا عملنا طيب ثلاثة جميل لاحظتوا هاي أنتو هيك شكلتوا يعني بصورة سريعة نواء لفريق عمل إعلامي أو فريق عمل علاقات عامة قمتوا بالرد على إشاعة معينة أو على دعاية سوداء تمارسها جهة معادية وما إلى ذلك تفضل إيش تقولي إذا كانوا يش تفضل إلي أنا عرفات عامة إلي شغل في الحركة ممكن زي ما هو بعملوا عنا يعملوا انتصالات وحن نعمل عندهم مثلا إنه إحنا عندنا إمكانيات ومنعمل انتصالات إلى جهات فشاعة ماشي بس هذا شيء آخر هذا شيء آخر بتصير هنا يعني دعاية هجومية أو حاجة بتهاجم إنتي ماشي لكن إحنا بنحكي على كيف بدك تحمي مجتمعك كيف بدك تحمي مجتمعك طيب أدي فرصة أخيرة لصاحبة السؤال هما في الأمانات من أخيرة في الأخبار من أخيرة لبعتوا أنه جيش الدفاع بقولوا أنه جيش 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 الدفاع الإسرائيلي هاي أنت واقعة في المصيد بذلك اسمه جيش الاحتلال جيش الاحتلال هاي وان مش جيش دفاع دفاع يبقى من حق ويدافع من حق ويعمل كل شيء أما هو اسمه جيش احتلال أهان تفضلي بقولوا أنه لا أنه حماس تهدر الأموال اللي بتجي تروح تبني الأنفاق وبعد هيك وروحوا بالمصيرين هاي هم بدهم الأنفاق يعني حماس تضيع الأموال بدأ معينها تكون بناء مشاريع يستخدم منها بناء الوطن تروح تبني فيها الأنفاق وبعد أفضل الأنفاق طب ما إحنا لو استخلنا الأموال هاي دبانينا المشاريع بعد هيك أش رح يسي يعني هتوقت رماح نطلنا نشحل مساهم برا يعني طب مش بدنا مصدر داخل يقول لنا المعابر أنت هيك بتقولي حتى لو يعني جدلا سلمنا بصحة قولهم هذا كلامك يعني والأصل ألا تسلمي بصحة قولهم الأساس الأساس الأصل والصح ألا تسلمي بصحة أقوالهم إنه إحنا طيب لو عملنا هيك يعني بدنا نسوي هيك لا 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 هنا خطأ هنا خطأ أنت هيك بتعززي كلامهم خطأ ماشي طيب يبقى الهدف الرابع كان ضحض الشائعات أما الهدف الخامس واللي أنا أجلته قليلا اللي هو قلنا عنه اهتمام الحكومة بشؤون موظفيها وعامليها طب ليش اللي هم الجمهور الداخلي لماذا لماذا تهتم المؤسسات أو الحكومات بشؤون جماهيرها الداخلية تفضلي لأنه أجلسا هم الجمهورها الداخلي اللي هو يعني بس لرأي العام أنه يكون دعامة أساسية للمؤسسة يعني إذا هم بدون مواجهوها نحو الأفضل بواجهوها بدون مواجهوها نحو الأفضل بواجهوها الشي فلازم هم يعني يكونوا برضو دعمين دعمينهم أنه يهتموا بشؤونهم بمصالحهم جمهور الداخلية جمهور الداخلي يقول تلك لابنا هو المرأة التي تعكس هي المرأة التي تعكس سياسات وأهداف المؤسسة فإذا جمهور العاملين في الدولة أو الحكومة لم يعكسوا قوانين وسياسات وأهداف هذه الحكومة فمن الذي سيعكسها من الذي سيتعامل مع الشعب ما هم الجمهور الداخلي طيب كيف ستكسب ما هي الطرق التي تكسب بها الحكومات يعني رضا ودعم الجمهور الداخل تفضلي هذه لهم ضروف طبيعية والسفية للعمل تزيدهم في الوجود تعطي كل أجهر حق جميل يعني ضروف عمل طبيعية وجيدة رواتب مجزية السماح لهم بإنشاء نقابات والتفاهم مع هذه النقابات مش يبدأوا من برهم اللي يسيروا هذه النقابات وبالتالي تبدأ العدوات أو تبدأ الأيدي الخارجية تشغل في كل في اختصاصه للتعبير عن رأيه أيضا تأمين مستقبلهم من ناحية التكافل الاجتماعي ومن ناحية نهاية الخدمة وما إلى ذلك حوافز عشان ما يسيرش نظام اللي من تحت الطاولة والرشاوي وما إلى ذلك واضح؟ لما أنا أشعر أني أنا بشتغل وبخدم حكومتي ونهاية عملي أو بناء على عمل جيد هيحافز إلك وهيجائزة إلك بس تناش واحد يجي يرشيني عشان أطعمي ولادي أو إلى ما ذلك واضح؟ إذن هذه الأمور أنت تقوي بها وتكسب جمهورك الداخلي وفي نفس الوقت تقوي نفسك كحكومة وتحمي نفسك وتحصن نفسك إذا ما كان ولاء جمهورك الداخلي هو معاك هو لصالح المؤسسة فأنت مؤسسة قوية أنت حكومة قوية أنت دولة قوية أيضا هناك هدف أخير من أهداف العلاقات العامة طيب الهدف الأخير هو التنصيق التنصيق مهمة التنصيق بين إدارات الدولة المختلفة العلاقات العامة لديها يا بنات خمس وظائف زي ما أخذنا وزي ما ستأخذه بحوث وتخطيط واتصال وتقويم وتنصيق طيب علاقات عامة في دولة بحالها في حكومة بحالها ما إلها دور تنصيق بين الإدارات المختلفة بين الوزارات المختلفة ولا لازم الحكومة تطلع بستين صورة قدام الناس لازم تطلع بصورة واحدة لأن الصور المتعددة صور ضارة وبكرة ستأخذه إذا كانت حد تخصص علاقات عامة أنواع الصورة يقول لك الصورة المتعددة الصورة الذهنية المتعددة وهي صورة ضارة جدا بالمؤسسة أو بالشخص زي الواحد اللي بيقول لك هذا إلو أكتر من وجه صح؟ والدولة عندما يكون لها أكتر من صورة فهذا يضر بالدولة يضر بالدولة إذن تعمل العلاقات العامة على تنصيق الجهود الإدارية والاتصالية المعبرة عن الحكومات والدول حتى تخرج في صورة ذهنية ممتازة وموحدة أمام شعبها وأمام الدول والمؤسسات الأخرى واضح؟ إذن هذه كانت الوظيفة السادسة خلينا نشوف الآن المثال التطبيقي الآخر اللي هو مشابه للأول هذا لأنه بتحدث عن ماذا؟ بتحدث عن المنظمات الحكومية يعني إحنا الآن أخذنا العلاقات العامة في الحكومة كحكومة أو في الدولة الآن بدنا نأخذ العلاقات العامة في وزارة كذا في وزارة الصحة في وزارة التعليم في وزارة الداخلية إلى آخره هذه ما تسمى بالمنظمات الحكومية المنظمات الحكومية طيب خلينا نأخذها مع بعض طبعا إحنا المنظمات الحكومية ما هو أهميتها؟ إدارة الشؤون لماذا نهتم بالمنظمات الحكومية؟ بسبب ماذا؟ خدمة المنظمات لأنه يتقدم جدوك في خدمات الشعب جميل بتقدم ماشي أيضا لأنها جزء من ماذا؟ جزء من الحكومة يا بنتي وزارة على وزارة على وزارة بتسير الحكومة وعشان هيك إحنا قلنا دور التنصيق هنا دور العلاقات العامة في كل وزارة أو في كل منظمة إنها بتشتغل وهنا علاقات عامة تعمل وهنا علاقات عامة تعمل إذن تصبح مجمل أعمال المنظمات الحكومية مصبوغة بصبغة العلاقات العامة بصبقة العلاقات العامة بمبادئ العلاقات العامة بأخلاقيات العلاقات العامة فتصبح لدينا صورة واحدة يبقى أهمية العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية أو المنظمات الحكومية أن هذه المنظمة هي جزء من كل ويجب أن يعمل أو تصب أعماله في القناة الرئيسية للجسم الكامل في الجسم الكامل فالعلاقات العامة تعمل على توحيد الجهود جهود هذه المنظمة وغيرها من المنظمات أن تصب أعمالها في الجهد الكلي للحكومة أو للدولة في الجهد الكلي فما هي أهداف العلاقات العامة في المنظمات الحكومية تفضلي طيب هناك قلنا إعلام وتوعية وإرشاد صحيح؟ وهنا على الغرار أو المشابه اللي هو إعلام المواطنين بس هنا بأي سياسات؟ الوزارة 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 لاحظتوا؟ نحن الآن نندرج من العام إلى الخاص هناك كنا بنحكي إعلام الشعب والأم والجماهير عن سياسة الحكومة إذا كان القانون أو السياسة بتخص المجتمع ككل واضح؟ حاجة عامة الآن لكن لما بنيجي وزارة الصحة مثلا بدها تخاطب شريحة النساء في تطعيم شل الأطفال أكبر عبئ بيجي على دور المرأة إنه هي الطفل الصغيرة عندها مش عند الرجل الرجل يبكي في وظيفته أيوة يبقى بدها هنا تعلم وتفسر سياسات لمين لدى جمهور معين وهذه السياسة خاصة بمين؟ هل بتهتم فيها وزارة الأشغال؟ هل بتهتم فيها وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية؟ لا لاحظتوا يبقى جزء من الدولة أو من المؤسسة الكاملة الكبيرة هي هذه السياسة له خاصة له إنه أنا بدي أعمل توعية أو قانون على مثلا مكافحة شل الأطفال وما إلى ذلك إذن إعلام بسياسة لكن هذه السياسة خاصة بمين؟ خاصة بجزء من الحكومة اللي هي المنظمة الحكومية هنا وزارة الصحة زي ما ضربنا المثال وممكن يكون هناك مثال آخر يعني على وزارة التعليم أو على أي وزارة أخرى أيضاً تفضلي أيها تفضلي استرى رغبات واحتياجات المواطنين إلى الإدارة العلية في المنظمة بحد يساعد وصول هذه المتطلبات إلى تربيتها بشكل سريع يعني هنا بتكلم عن وظيفة إيش؟ حلقة الواصل يا الحلقة وظيفة البحوث لما أنت بدك توصل لرغبات وطلبات استعلام استعلام يا بنات استعلام يعني أنت تستعلمي ما هي رغبات الجمهور وما هي كذا طب ليش أنا بوصلها؟ قال لماذا أنا أبحثها؟ لماذا أستعلم عنها؟ عشان أوصلها لمن؟ للإدارة، للوزير، لوكير للوزارة، للجهة المختصة في الوزارة حتى تأخذها بعين الاعتبار فإذا ما أخذتها بعين الاعتبار فيصبح هناك هو الهدف الأساسي للعلاقات العامة تحقيق التفاهم والثقة بسير الجمهور يتقبها الوزارة إنه خدمتني، إنه عملت لنا، إنه سوت لنا حققت مصالحنا، حققت رغباتنا واضح؟ إذن إذا ما استعلمنا وحققنا هذه الرغبات من خلال الاستعلام الصحيح إذن نحقق التفاهم هذا الجمهور الداخلي لهذه المؤسسة آه، زي ما حكينا هناك في رقم خمسة هنا بنحكي نفس الشيء زي نفس الذي يطبق لكن هنا بخصوصية هنا بخصوصية يعني إحنا كلنا موظفين في الحكومة كلنا إلا معاشات في نهاية الخدمة على سبيل المثال طيب، نحن نعمل في وزارة وزارة مثلاً مختصة بالسياحة والبحار مثلاً، علوم البحار أو الثروة السمكية وما إلى ذلك طيب، لماذا لا يكون لي نادي خاص؟ ها، نادي الذين يعملون في هذه الوزارة؟ لاحظتم؟ بتلاحظوا أن هذه الأمور موجودة، أن كل جهة في نادي مثلاً للضباط يكون هناك في نادي، أن كل جهة، كل وحدة تهتم بجمهورها من خاص بها؟ جمهورها الداخلية الخاص بها؟ هناك نادي مثلاً للعاملين في وكالة الغوت، تلاحظوه هنا، في للجامعة الإسلامية، في للقضاء، في للمعلمين، للمحاسبين، للمحاسبين، لا لا، لما هناك، واضح؟ يبقى هنا، بسير، نحن في الأول حكينا الاهتمام بجمهور العاملين، هنا بنهتم بنقول جمهور الموظفين في هذه الوحدة، في هذه الوحدة، عشان هيك يعني أنا حتى الكلام هذا مش كتير يعني معلق عليه لأنه هو تكرار للأول، تكرار للأول، لكن بطريقة اللي هو من العام إلى الخاص، أيضاً يا بنا تتفضلي؟ هل تحتاج لتنصيق أعمالها مع وزارة التربية والتعليم؟ نحتاج، أنا على سبيل المثال بدي أعمل تطعيم معين، طيب أفضل شيء أني أحصل شريحة معينة من سن مثلاً 6 سنين لسن 12 سنة، إذا هذه الشريحة المستهدفة، وين بحصلهم؟ في المدارس، طيب لماذا لا يكون هناك تنصيق؟ يبقى التنصيق ما بين المؤسسة والمؤسسات المشابهة، سواء كانت مشابهة في الأعمال أو مؤسسات مشاركة إلي في جسم أكبر، أيضاً من أهدافة كيف؟ كيف؟ أه، طبعاً، طبعاً، يعني إحنا ما فيش طلاب بنبعتهم أساساً، لا يوجد طالب بنبعته للتدريب، سواء في مهنة الصحافة أو في مهنة العلاقات العامة، إلا بيكون في تنصيق ما بين الجامعة وبين هذه المؤسسة، إلا إحنا بنقدرش نودي طلابنا ونفرضهم فرض هيك، لازم يكون هناك تنصيق مسبق، وهنا بيجي دور يعني، وإن لم تمارسه العلاقات العامة، لكنه عمل عمل علاقات عامة، واضح؟ حتى إن مارسه القسم أو كذا، مش العلاقات العامة كجهة مختصة، لكن في النهاية هو عمل من أعمال العلاقات العامة، عمل من أعمال العلاقات العامة نتوقف في المنظمات الخاصة، وبنكمل المرة القادمة، اللي هو بقية المجالات التطبيقية للعلاقات العامة في المنظمات الخاصة وفي المنظمات الطوعية وفي المجال السياسي إن شاء الله تعالى